فاكر زمان يا خالد يعني امنا وابونا والجيرة زمان اما كانت جارتنا عاملة رز بلبن فتروح بعتها لامي عشان تدوق وبعدين امي عشان ترجع لها الطبق انفعلش فاضي انفعلش فاضي انفعلش فاضي تحطي لها في اي حاجة شفت العلاقات الجيرة يا خالد كانت حاملة ازاي ايه اللي حصل لنا ايه اللي حصل لنا ابتدينا نشيل الحاجات اللي داخلين بيها البيت في كيس اسود عشان ايه عشان ما احد تشوفها الله ابتدينا نعرف ان القاصات اليومية او الشهرية خدينا عاملين كده فمش مش شايف جاري الشايف اللي اقرب من جاري ما بقيتش شايف ابني اللي في البيت لاني انا منغمس في حاجتي الخاص قوي الحياة بقت مادية والمادية مش معناها فلوس الحياة بقت مادية يعني حاجات بتتعمل طول الوقت ملموسة ما بقاش فيه وجدان الوجدان الوجد الجار انا انا اتصور ان انا انا صغير كنت بقعد عن دجار اجران اكتر ما بقعد في البيت والله طبعا وده كان بمبركة ورضا الاهلي تماما يعني وكان فعلا ان لما يعمله اي حاجة احنا بندقها بس انا عايز ولك على حاجة انا وانا طالع دلوقتي امبارح او اول امبارح لقيت زوجة البواب في ريحة اكل طراحي الواب عندها فانا في التاسع فطالع لسه يعني طالع فقالت لها انت عاملة ايه فقالت لي عاملة بسلة قالت لها الله يباركلك صحيح